من هما الـ Data Brokers؟ طبعاً من نقول Data Brokers اللي هما سماسرة البيانات وشون بيأثرون على الـ Privacy مرتنا يعني Data Brokers and how they do impact in our privacy دائماً من ندخل في موضوع الـ Data Brokers تتركز المناقشات حول خصوصية البيانات وكيفية أمنها طبعاً هذا بالمقابل شنو؟ بالمقابل المواقع والشركات العملاقة اللي تعتمد على البيانات والخصوصية على سبيل المثال فيسبوك كانت أو تويتر أو جوجل أو يوتيوب وغيره 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 من الشركات تمام؟ تيك توك على سبيل المثال اللي متربع على العرش اللي تجمع كثير من البيانات بل هي أكثر من فيسبوك ومن جوجل ومن يوتيوب تجمع ملومات عنها فأقل شي ممكن نتحدث عنها الشركات هي أنه تركز نموذج الأعمال مالتها البزنس مالتها بالكامل مهيئ على جمع البيانات الشخصية مالتك بل مو فقط مهيئة بالكامل على جمع بيانات الشخصية وأيضاً بيعها بيعها ليش حتى تربح من عندها فهذول يسموهم بالداتا بروكرز واللي هما يسموهم كمصطلح خلي نقول علمي يعتبروهم وسطاء البيانات سماسرة تمام؟ بس النقطة الأساسية هما منه الداتا بروكرز وشون دي جمعون معلومات عنك وشي يساون بهاي المعلومات وشلون أيضاً نلغي الاشتراك أنا ما ريد هذول يجمعون عني المعلومات بالبداية قبل أن ننتقل أي شي لازم نعرف من هما الداتا بروكرز من هما وسطاء البيانات أو سماسرة البيانات سماسرة البيانات أو وسطاء البيانات أو الداتا بروكرز بالإنجليزي هما الشركات تبيع معلومات الشخصية مالتك هذولا الداتا بروكرز يجمعون المعلومات من مصادر مختلفة يعني حتى يبنون فت موديل أو صورة مفصلة عن هويتك الشخصية وبعد ذلك يساون يبيعوها طبعاً موضوع الداتا بروكرز هذا موضوع نشط جداً تجارياً يحقق أرباح كثيرة يعني حسب التقديرات لهذه الصناعات قيمتها وصلت لمئتين مليار دولار سنوياً وعندك أكثر من أربعة تلاف شركة وظيفتها هي داتا بروكر وظيفتها هي سمسرة البيانات طبعاً هاي مو موجودة بدولة وحدة موجودة حول العالم أوكي طبعاً في كثير من شركات ممكن تلقاها يعني أكو شركات خلنا نذكرها كاسم أكو الإكسپيريان إكسپيريان أعتقد هذا أوكي إكسپيريان أوكي هي أحد الشركات اللي هي تعتبر من الداتا بروكر اللي هما ووسطة البيانات وعدنا أيضاً شركة أخرى اللي هو الإيكيو إيكوي فاكس أوكي هذه الشركة أيضاً اللي هي أيضاً تجمع البيانات وعدنا أيضاً ال ACXON XOM يس this one أوكي هذه أيضاً تعتبر شوف Data and Technology Transform Marketing هي أيضاً تجمع البيانات عندك وأيضاً عندك الإبلسون أكي إبسيلون أكي إبسيلون آه yes this one أوكي هذه أيضاً شركة أخرى تجمع البيانات ذو لا يعتبرون شنو Data Brokers اللي هما سماسرة البيانات فكرتهم شنو هو هاي البيانات اللي يتم جمعها طبعاً مسألة Data Brokers ما يعتبر فتشي جيد لأنه موضوع سماسرة البيانات دائماً تتلقى انتقادات ليش تتلقى انتقادات لأن الموضوع مبهم ما تعرفش ديسون هذول أو وسطاء البيانات شنو شون ديتفاعلون مع الأشخاص شون ديجمعون البيانات في ماتهم ش ديسون من تحليلات خلف الكواليز وشون ديشاركوها ووية منو ديشاركوها وشون جايستفادو من عدها فدائماً يحصلون انتقادات كثيرة طبعاً استخدام مصطلح وسيط المعلومات أو Information Broker تمام؟ هذه دائماً يتبادلوها منه جماعة الوسيط البيانات اللي هو Data Broker اللي يستخدمون المصطلح ما شنو Information Broker احنا مسألة Information Broker أو Data Broker اثنيناتهم ذول المصطلحين اثنيناتهم ترى نفس الشي إذا سماعتهم على الانترنت هما نفس الشي هما فكرتهم شنو هو يجمعون البيانات من الأشخاص بحيث انه هذول الأشخاص حتى مدى يعرفون انه هاي البيانات تم تجمع عنها يعني مواقع كثيرة ندخل نشارك المعلومات معتنا احنا أصلاً قد نكون نعرف بعض المواقع تتجمع من عندها معلومات بس اكو مواقع كثيرة احنا ندخلها أصلاً مدى نعرف ومدى يجمعون عننا المعلومات هاي هي وظيفتهم يعني شون دي يجمعون المعلومات تخيل انت ممكن تنقر تتوي كليك او توافق على سياسة الخصوصية على سبيل مثال مجرد توافق على شروط الاستخدام التيربز يطلع لك مثلاً توافق على شروط سياسات الخصوصية شروط الاستخدام عبر الانترنت اوقات احنا حتى بدون تفكير هذولة يجمعون كم هائل من البيانات عنك عن طريق هاي الموافقات اللي انت تسويها عن طريق هذا الكليك اللي انت سويتها هذا اللي احنا نسميها بالتأثير التراكمي عبر عديد من المواقع في الويب فكل هاي المواقع اللي تتزورها كل هاي المعلومات اللي دي يحصلوا عنهاك هذه هي وظيفتهم ك data broker طيب لو نجي لموضوع هما شلون ديجمعون المعلومات عنك يعني شون ديقدرون وسطاء البيانات جمع المعلومات طبعاً الموقع لأي موقع انت تدخل خلننقول بالنسبة لمواقع اللي هما يعتبرون كوسيط للبيانات هما يجمعون عنك معلومات بعد الطرق على سبيل مثال حتى إذا انت ما كنت متصل بالانترنت تخيل يعني حتى إذا أنت كنت بوضع عدم الاتصال فهم يقدرون يشعون ملفات التعريف الخاص بك عن طريق مثلاً الكوكيز يعني على سبيل مثال أنت تقول لي أوكي أنا ما متصل بالانترنت أنت تقول حتى إذا أنا ما متصل بالانترنت يجمعون معلومات يعني هذا ممكن شوي كلام يصير غريب لا صحيح لأن هما يستخدمون كوكيز على سبيل مثال اللي تنخزم بحاسبتك يعني حتى إذا أنت أوفلاين بمجرد ما تستخدم البراوزر أوكي فهم ما يقدرون يجمعون المعلومات عندك ينشؤون نقاط ملفات تعريف شاملة لكل الكوستمرز يعني ممكن يجمعون معلوماتك باستخدام الويب براوزينج التصفح التصفح اللي أنت تسويه في كل مرة أنت تستخدم المحرك البحث أو تطبيق وصات اجتماعية أو أي نوع من نوع التطبيقات تملأ معلومات اختبارات سيرفي تدخل مسابقة أعرف وزنك ماذا سوف يحدث لك في 2023 اللي مئات الآلاف الناس اللي يسجلون بيها أو تزور مواقع ويب مختلفة على سبيل المثال هالشكل أنت جاء تتركشنو Fingerprint أثر ألكتروني فأنت يستخدمون بهالشكل الجماعة ال Data Brokers أو الوسطاء البيانات يكونون صورة عنك إش جاي تسوي عن طريق متابعة ال Fingerprint عن طريق متابعة الأثر الألكتروني على معظم المواقع الويب اللي أنت زرتها وليدي يجمعون معلومات عنك وحاول أنشطة الأنشطة مالتك عبر الانترنت تمام فبالتالي في شيء بسيط أو نص معين يستخرجون كم هائل من المعلومات لاحظنا كثير من ناس بنقول لك سجل بهذا الموقع واسمك رح يروح للمريخ هذا لي بس شوية فكر قبل لتطيف إيميالك ومعلوماتك يعني اسمك إذا راح للمريخ شت سوي أنت مثلا بس فهمني يعني كثير من ناس دزولي هذا الاستمارة اللي حقيقة كراهت نفسي شخصيا يعني دزولي استمارة لي سجل اسمك رح ينزلون سيدي إلى المريخ أوكي واسمك يروح ويا ولأ وفرحانين فرحانين كل من ناشر على البروفايل مالتا زين وهو شحط عمره بالأربعين خمسين سنة ناشر بالبروفايل مالتي اسمي سوف يذهب إلى المريخ ماشي هو أنت أصلا ما جاء تقدر تطلع ما تجدر تسافر لمحافظة أخرى دزل اسمك المريخ شا تستفاد يعني مثلا اسمك وصل المريخ المريخ أصلا ما بيحيات يعني متهي من عند هذا فإذا وصل المريخ شا رح يسوي مثلا منه رح يشوفه ما كناك أي مخلوقات ولا كائنات فتخيل يا درجة يا درجة الناس اللي تشارك بهاي المعلومات الـ Data Brokers يستفادوا من عندها مصادر عامة حتى الشهادات مات الميلاد اللي تذكرها مثلا في مواقع تراخيص عقود مع الزواج مثلا سجلات الطلاق معلومات التسجيل الناخبين سجلات المحكمة الإفلاس سجلات مع السيارات بيانات التعداد كثير من المعلومات أنا دخلت المستشفى أدعولي أمي دخلت المستشفى أدعولها أخي دخل المستشفى أدعولها هاي كلها تنجمع عنك هاي records أنت أصلا وصلنا لعصر الشركات ما تحتاج تجمع منك المعلومات أنت أصلا تتوفرها أنت أصلا تنطيلها ياهو بلاش مصادر تجارية سجل الشراء شون اللي اشتريتها وقت الشراء الثمن مالتها مقدار الثمن شون اللي كنت تستخدمها أنت قسيمة مثلا فاتورة لو قطاقة مثلا قريدة كاردة تستخدمها كل هاي العناصر بيجمعون من عندك يجمعون من الweb browser رقم واحد web browser history أوكي public source مصادر عامة تمام الثلاثة commercial source اللي هو الشغلات التسوق وتشتريها أوكي الأربعة هي موافقاتك لما تجي تسجل بأشياء مثلا برنامج معين أو تطبيق معين أو موقع معين تمام فأنت من يقولك agree رأسا قلت له agree رأسا خليت الصح وقلت له accept أنت ماذا تعرف أنت تشارك بياناتك بدون أن تدرك بدون أن تقرأ شنو هي الشروط مالتها طيب هو شنو المعلومات اللي ممكن السماسر يجمعوها عني يعني شنو هي ممكن أنه يجمعوها طبعا أنت عندك مصادر بختلفة يعتمدون عليها ال data brokers أنه يجمعون هاي المعلومات الكاملة عنك لكن أكثر المعلومات المتفقة عليها يعني الأغلب هي تكون اسمك عنوانك مثلا طبعا عنوانك الحالي وعنوانك السابق هاي مهمة عندي جدا يعني على سبيل مثال أنا قاعد بسليمانية فجمع عنواني أنه محمد عيسى يبحث هاي المواضيع بسليمانية وراها أسافر كاركوك يجمع يقول محمد عيسى كان يجمع هاي المعلومات في كاركوك وراها أسافر بغداد وهكذا عندك مثلا تاريخ الولادة مهمة جدا الجندر هل هو ذكر أو أنثى تمام حالة زوجية مثلا مززوج أو أعزب تمام فاميلي ستيتوس مثلا إذا كان مززوج هو ديفورس كان مطلق أو كان مثلا خليقوا عنده أطفال مثلا وإذا كان عنده أطفال كم واحد كم طفل عنده وإذا كان عنده أربعة أو ثلاثة أطفال كل واحد عمره اشقيد هاي المعلومات كلها تجي معنك social security number أو خلي نقول الجواز أو الجنسية وإلى آخره وما شاء الله إحنا من نلقى جنسية رأسا نروح ناخدها صورة وننزلها بالفيسبوك لقيت هاي الجنسية على من يعثر عليها يبلغها يا عزيزي أنت ممكن تذكر الاسم فقط الثلاثي وتتقول الرقم التليفون ما يحتاج تخلي جنسية بالكابل على المواقع التواصل الاجتماعي أو على سبيل مثال يجمعون عنك الـ education level أيضا مهمة جدا هل أنت ماجستير أو الدكتوراه أو شوف شنو والـ assets على سبيل مثال الصور أو ملفات أو إلى آخره من أمور اللي متندرج من ضمن التكست أو نصوص الـ occupation تمام عندك الـ phone number مثلا الـ email address هذي كلتها مهمة حتى الشغلات اللي تحبها تمام الـ habits buying habits هاي مهمة كل شي اللي هو بالـ marketing يعني شنو الشغلات اللي تحب تشتريها شنو الشغلات اللي ممكن تشتريها شقد ممكن تدفع فلوس لهذا المنتج على سبيل مثال وأيضا الاهتمامات الشخصية الـ personal interests اللي هو شنو الاهتمامات الشخصية أو الـ hobbits اللي هو هايات اللي تحب تتسويها هاي المعلومات كلش مهمة علما للـ data broker أيضا من الممكن أنه يعرفون حتى مستويات دخلك عن طريق الأشياء اللي تشتريها ولتدفعها وبعض التفاصيل عن حالتك الصحية وحتى عن آرائك السياسية أو أي سجلات جنائية أنت عندك فبالتالي ذول وسطاء البيانات أو الـ data brokers يقومون بجمع كل هاي المعلومات حتى يبنون شرائح من المستخدمين على سبيل مثال يقدر يقول لك مثلا ينبني جروب معين مثلا عن الأمهات وطريقة تربية الأطفال أو مثلا جماعة اللياقة البدنية على سبيل مثال بالتالي هذول ورما يجمعون هاي المعلومات ويعرفون انتماماتهم يجون يبيعوها لشركات أخرى يبيعوها ليش؟ لأغراف تجارية هاي الشركات محتاجة أنه تروج على فتشي معين بس ما عدا بيانات فبالتالي يبيعوها لهاي الشركات الأخرى لأغراف تجارية ممكن تكون هي من المواضيع خلي نقول هي تجارية فتشي جيد يعني ما نقول فتشي ضار بس لكن تعتبر هي فتشي موضوع تدخلي يعني أنت مثلا تقول أوكي أنا أحب أنه الشركات تنطيني عروض مثلا يدخل بأمازون أو فيسبوك أنا أحب يطلع لي إعلانات نعم بس هيتدخل في موضوع التدخل الشخصي وأيضا ممكن أنه تركز على الأسئلة الأخلاقية في موضوع الطبي أو موضوع الشخصي على سبيل المثال في موضوع النقص المناعة أوكي فهذه المواضيع أنا من أجماعة من عندك أقدر أسوي دراسة كاملة عليك وأقدر على أساسها أبيع لك منتجات أو أغير في تفكيرك طبعا على الرغم من المعلومات الهائلة الكبيرة اللي هم يجمعوها من عندك الـ Data Brokers بس هم ما يفهمون بشكل صح يعني هم مو مهم عندهم أنه يعرفون أنت شخصيا منه أنت بالنسبة لهم رقب أنت بالنسبة لهم اهتمامهم مو مهم أنت منه بالشخص لكن اهتمامهم أهم أنه أنت شيء تحب تشتري يعني ممكن أنه أنت تريد تشتري ملابس على سبيل المثال لطفل لصديق أو أحد أفراد العائلة بالتالي الـ Data Broker رح يشوف أنه أنت قد تكون والد يعني أنت تكون الأب أوكي فممكن أنه هو يعتبرك أنت الأب بس وما يعرف أنه أنت مو أب أنت تريد تشتري لبن أخوك مثلا أنت أعزب على سبيل المثال أو مثلا أنت تريد تشتري دواء معين لأحد الأقارب المسنين اللي عندك فهنا ممكن الـ Data Broker يفكر أنه أنت صحتك مزينة أو هاي دواء هو إلك أوكي فقد تكون المعلومات مالت مو كلش دقيقة أوكي يعني مو شرط أنه المعلومات اللي يجمعها منك الـ Data Broker أو سطراء البيانات تكون دقيقة يعني مثل ما قلت لك يعني مثلا ممكن أنا أروح أشتري دواء أوكي أو أشتريتها أونلاين قد يكون هالدواء مو إلي بس هو يجوز يعتبرني أنه هو إلي عنده أشتري مثلا لقرائبي أو عندي واحد مصنب بالبيت مثلا طيب هما شون ديستخدمون هذه البيانات يعني أنا من أجي أشوف وين يقدرون يستخدموها الوسطاء ممكن أنه يبيعون البيانات المات لشركات على سبيل مثال يقدرون يبيعون شركات مختلفة شركات التي تهتم مثلا بالماركتينج والأدفرتايزينج التسويق والإعلان هاي الشركات تشتري البيانات مهمة لها ليش لأن تقدر تخصص الرسائل التسويقية مالتها والعروض مالت العملاء والإعلانات عبر الأنترنت أو مثلا يقدرون يخصصون رسائل معينة أثناء الحملات الانتخابية ممكن تستخدم الأحزاب السياسية هاي البيانات حتى تستهدفك برسائل سياسية تسقط شخصية أو تبني شخصية معينة أمامك هاي أحد الطرق أو ممكن تستخدم بالريسك متيجيشن على سبيل مثال تخفيف المخاطر ممكن الشركات تستخدم هاي البيانات اللي يشتروها من أو يشتروها من الوساط البيانات الداتا بروكرز حتى يساعدون على القضاء على الفراد الاحتيال على سبيل مثال ممكن هما ديتحققون من المعلومات المستهلك لما طلب مثلا قرض معين هل هاي المعلومات الطابق مع معلومات اللي جبناها احنا من الداتا بروكرز مثلا أو ممكن استخدام المعلومات لحساب الاحتمالية أنه مثلا ممكن هذا الشخص ما يسدد القرض مالتا إضافة ذلك ممكن استفادة من عنده في جزئية التأمين الصحي ممكن الشركات التأمين الصحي يستخدام المعلومات اللي يشتروها من الداتا بروكرز اللي متعلقة بصحتك شنو هي الأدوية اللي تشتريها شنو الأعراض اللي تتبحث عنها عبر الانترنت على سبيل المثال تريد تحدد الأسعار اللي تقدر تتحملها أو تغطيها النفقة بناءا على الملف الشخصي مالتك أو بياناتك الشخصية وممكن أيضا people search site اللي هو شنو يعني أكو مواقع أحنا نبحث بجوجل مثلا أريد مثلا أطلع معلومات معينة فممكن محركات البحث تستفاد من المعلومات اللي تم شراءها من الداتا بروكرز أنه يوفروا لك search afk بحث أسرع توصل للمعلومات بشكل أسرع وأدق على سبيل المثال أوكي وممكن أنه توصل بالبحث عن أشخاص معينين مثلا أريدك تبق اسمه يطلع لي معلومات رأسنا مثلا يكتب محمد عيسى ممكن يطلع لي عنوانا ممكن يطلع لي اسمه بالكامل ممكن يطلع لي رقم تليفونة ممكن يطلع لي بريد الكتروني مالتا تاريخ ولادتا تمام كثير من معلومات وممكن أيضا استخدامها في موضوع التشهير أو الهندسة الاجتماعية social engineering أو ممكن سرقة هوية هوية شخص مو هوية قصدية جنسية لا لا أنت تنتحل شخصية معينة السؤال الأهم ممكن يدور في بالكم شن هو هل الـ data brokers يعتبرون قانونيين الـ data brokers ما نقدر نعتبر ما نقدر نجزم أنه هذا الموضوع قانوني ولا غير قانوني لأن هي تختلف النصوص مالتا والقوانين مالتا تختلف من دولة إلى دولة أخرى طبعا هي ممكن تعتبرها صورة قانونية في دولة معينة في دولة معينة ما بها قوانين يعني إذا اعتبرت قانونية فترجع لسببين ممكن الدولة أصلا ما عادة قانون بهذا الموضوع ما مهتم بموضوع الـ data brokers فما يعتبر في شيء غير قانوني يعتبر شيء قانوني أو ممكن ممكن أنه الحكومة عادة قوانين بس ما ذكر هذا النقطة تمام فما راح تكون موضوع القانونية شيء واضح دائما ما واضح المعالم تعتمد على شنو تعتمد على استخدام الوساطة البيانات السجلات العامة حتى يحصل على المعلومات فممكن تكون أنشطتهم قانونية بس مع ذلك ممكن أكو أجزاء من المعلومات اللي يجمعوها تدخل من ضمن شنو رمادية تكون يعني لا هي قانونية ولا هي قانونية بس هي خلينا نقول على سبيل مثال عدنا بالاتحاد الأوروبي يعدون قانون اللي هو اسمه GDPR إذا كان الـ Data Broker يتبعون قوانيات GDPR فهناك عندك لائح حماية البيانات العامة والخصوصية وأمن البيانات اللي يغطي بالكامل أي منظمة أو شركة تستهدف إلى جمع البيانات داخل الاتحاد الأوروبي فلازم تكون خاضعة لقوانين GDPR أوكي لازم يكون طبعا GDPR إحنا عدنا وإيضا عدنا شنو L-G-P-D L-G-P-T L-G-P-T P-D sorry I think this one خلنا تأكد من عندك لبعضها L-G-P-D أوكي هذه أيضا هذه أيضا الـ L-G-P-D اللي هي التابعة لبرازيل اللي هو شنو نفس الفكرة ما شنو الحماية الخصوصية اللي هو GDPR اللي اتكلمنا عليها أوكي يعني نفسها الحماية الخصوصية ما تـ GDPR أيضا رح تلقاها في برازيل موجودة في أمريكا أيضا موجودة طبعا ولاية المتحدة على سبيل المثال عدها نوع خاص مثلا اللي هي تابعة للمعادلة الفيدرالي أيضا عدها شي خاص مثل GDPR مثلا يسمح قانون الخصوصية المستهلك مثلا من ولاية الولاية طبعا أيضا تختلف على سبيل المثال ناخذ مثلا كاليفورنيا كاليفورنيا مثلا يسمح بقانون خصوصية المستهلك كاليفورنيا إنه تاخذ نسخة من المعلومات اللي جمعها الـ data brokers عنهم أوكي وممكن تطلب من عدهم مسح المعلومات أو إلغاء اشتراك في بيع منتجاتهم أو في بيع بياناتهم عفوا تمام فهدانا أنت عندك الدول كل دولة على سبيل المثال عدها قوانين خاصة على أساس يشتغلون الـ data brokers أوكي طيب إحنا بكثير من الأوقات نحاول نخفي الموافقات كـ data broker يحاولون يخفون الموافقات المطلوبة لجمع البيانات المستخدم يعني على سبيل المثال من ندخل في موقع معين مثلا مشرط أنه نظهر كل المعلومات نحن راح نجيبها يعني ممكن يقولك بس فقط accept cookies يعني اقبل كل cookies مع العالم أكو مواقع مثلا من ندخلها يقولك مثلا أنت ممكن تسوي accept all cookies أو مثلا تقوله customize يعني تحدد بالضبط شنو المعلومات اللي يتم جمع عنا وشنو اللي ما تقبل مثلا أوكي تقدر تعرف أنه شنو مدى سيطرتهم على بياناتك المشكلة شنو هو جماعة الـ data brokers أغلب الأوقات يخفون هاي السياسات مالتهم يعني يخفون الموافقات المطلوبة لجمع البيانات المستقبل يعني ممكن تدخل للموقع هو وأصلا يجمعها بدون أن يعقض رخصة من عندك فما راح يكون واضح بالضبط للأفراد للإنديفجولز عن مدى قوتهم ومدى سيطرتهم على بياناتك اللي جاي ياخذوها منك وانت ما تتعرف يعني في عدنا احنا خلينا نقول بصرف النظر عن القضايا اللا أخلاقية والأخلاقية والقانونية اللي دائما ينثيرها في موضوع الـ data broker أو وساط البيانات بالتالي مشكلة الأساسية شنو هو احنا خايفين من الـ data broker أنه ينتهك البيانات مالتنا أو ينتهك سياسة استخدام هذه البيانات لأن الـ data broker يجمعون هاي البيانات هاي البيانات ممكن تكون بيانات حساسة وممكن تكون هاي البيانات لها عواقب وخيمة على الأفراد المتضررين إذا وقعت بأيدي ناس خلي نقول غير مسؤولين أو ناس خلي نقول يسببون أضرار لفئة معينة أو لجهة معينة على سبيل المثال عندك مثلا أحد الحوادث اللي هو الشركة Equifax تمام شركة Equifax تمام Equifax هاي سنة 2017 سنة 2017 أعلنت هاي الشركة عن خرق بيانات تم سرقة بيانات من عددها اللي هي معلومات شخصية لأكثر من 147 مليون شخص أوكي بعد ذلك أعلنت الشركة أنه سوى التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية و50 ولاية ضمنت ما يصل تقريبا 425 مليون دولار كمساعدات في تعويض الأفراد المتضررين طيب هاي خضعت للحكومة الأمريكية طيب إذا في دولنا العربية على سبيل المثال ما عدنا يصل لقوانين بهذا الموضوع فمن يخترق عندنا معلومات شخصية مثلا شو التعويض اللي صار يعني الشركة هذه في 2017 من أعلنت عن خرق البيانات عوضت 147 مليون شخص بما يبلغ 425 مليون دولار كمساعدات حتى يعوضون الأضرار اللي سببتها عندك مثلا الخوادم مات الإكسبيريان تمام خوادم الإكسبيريان سنة 2015 تم أيضا اختراقها وصلوا لأكثر من 15 مليون سجل لمواطنين اللي هما مشتركين في شركة تيموبايل كثير من عودكم سامين عنها تمام اللي هما كانوا يستخدمون الشركة هذه بيخزن البيانات فتخيلوا بال2015 قدروا يصلون ويحصلون معلومات شخصية لأكثر من 15 مليون سجل ريكورد بداخله عدنا أيضا شركة أخرى اللي هو EP EP I think EP I think EP أوكي زين EP Epsilon سوري زين Epsilon هذي أيضا تم اختراق سال 2011 أوكي طبعا اخترقوها شون إنه كشفوا أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لملايين من الأشخاص شون اللي طلعوا ما يعدهم قوائم التسويق عبر البريد الإلكتروني وبعد ذلك هذول الناس بعد ما عرفوا إيميراتهم تعرضوا لهجمة كبيرة من البريد العشوائي ومحاولات الفيشينج اللي احنا أيضا شو رحنا بوقتها عندك أيضا الشركة ACX ION تمام ION M تمام هذي الشركة أيضا مسؤولة عن البيانات تخيلوا 2003 تم اختراق هاي الشركة وسرقت أكثر من 1.6 مليار سجل هذا السجل يحتوي على أسماء وعناوين address يعني وأيضا البريد الإلكتروني مالتهم وأيضا عانوا من مشكلة شنو أنه تم إرسال لهم بريد عشوائي إعلانات وإلى آخر من أمور السؤال الذي يدور في بالنا أنه إحنا شلون نقدر نحمي نفسنا من وسطاء البيانات الموضوع مو سهل أبد أوكي يعني أنت عندك قوائم كاملة من وسطاء نحاول أن نلغي الاشتراك مالتهم ونحاول أن نلغي اشتراك وياهم حتى ما يجمعون المعلومات من عدنا بالتالي مثل معلومات من عدنا الشخصية إلى الشركات وبالتالي لازم نتخذ خطوات نحمل خصوصية مالتنا فشلون نقدر نزيل أو تزيل نفسك من مواقع جمع البيانات بالبداية في عندك أنت موقع اللي هو Privacy Rights اللي هو ممكن أستفاد من عنده أنه أعرف الشركات اللي هي Rights اللي هي الشركات Privacy زين الشركات Privacy Rights هذا موقع Privacy Rights dot org أقدر أدخل بيها وأقدر أستفاد من resource مالتا بحيث أنه أعرف بالضبط الشركات اللي اللي هي اللي ما أجي هنا أنا for example هذا Data Breach Data Breach Database هاي Definition آه Data Broker أوكي ذولة هاي الشركات أقدر أدخل شوف عنده Database طبعا هملاق جدا هذا الموقع عنده Database عملاق جدا أقدر أبحث عن الشركات وأشوف يا شركات اللي لتجمع من عندي المعلومات وشلون المعلومات اللي تجمع من عندي أصلا وشلون أقدر أدخل على الشركة شركة مثلا وشلون هي الطريقة اللي ألغي الاشتراك Multi وما أخلي هاي الشركة تجمع من عندي معلومات طبعا في عندي شركة أخرى أيضا اللي هو اسم Brand Yourself Brand Yourself أوكي هذه أيضا أقدر أدخل تمام هذا يسمح لي بمسح البيانات من قواعد البيانات الخاصة بالسماسرة أوكي سماسرة البيانات Data Brokers أوكي مثلا عاسب بمثال Enter Your Name وقدر اكتب اسمي هنا مثلا هاي الشركة تنتق تقرير تفصيلي عن الأماكن اللي ممكن يعثر بها على بياناتك أوكي ومن عند تقدر أنه من هذا الموقع تقدر أنه أنت تلغي الاشتراكات مالتك فتش اشتراكات بهاي المواقع دائما يتعين عليك أنه ممكن إذا في حد إذا لقيت موقع أنت دائما سوي لك حساب آخر إيميل ما مذكور بها كثير من معلومات بها يعني إيميل ثاني سويها وذلك الإيميل استفاد من عند أنه تبحث بالأنترنت أو تدخل مواقع بها حتى يكون عندك على سبيل مثال أمان أكثر وتحمي نفسك من البريد العشوائي طبعا البيانات الشخصية على سبيل المثال التعامل إذا كانت في اليوكي تقدم الشكوى لل government agency على سبيل المثال الموجود هناك ويقدرون هما يحموك كبرايفيسي من هذه الشركات بلجنة التجارة الفيدرالية على سبيل المثال ال FBI اللي هو Federal Trade Commission اللي هو أيضا لجنة خاصة بموضوع التاتا بروكرز اللي ممكن تستفاد من عدوهم أيضا في عدنا أيضا شركتين اللي واحدة من عدوهم هي Privacy Dock Privacy Dock اللي Location مات أيضا في أمريكا هذه ممكن أنت تتوسط وياهم تحجو وياهم وما يحذفون كل معلومات الموجودة بالإنترنت عندي أيضا Delete Me Delete Me أيضا موقع أقدر أدخل هذا أيضا تمسح كل المعلومات الشخصية مات من وأكو بعض الشركات تتقاضى رسوم معينة مثلا لازم تتفعلها حتى تمسح المعلومات مات مات فإذا في مواقع حقيقة كثيرة موجودة أهم شي لازم تحمي الخصوصية مات عبر الأنترنت لازم تتعرف على الأطر القانونية شنو الشغلات التي تحمي الخصوصية مات دورات ورش دورات online مثلا حتى تعرض بالضبط شنو القوانين الموجودة شنو تقدر تحمي خصوصيتك خصوصا في بلدك شنو القوانين الموجودة في بلدك ممكن أستفاد من عندها وأرفع قضايا وأقاضي هذه الشركات تجنب من نشر معلومات الشخصية تمام على وسائل التواصل الاجتماعي دائما تنشر تاريخ ميلادك أو تشترك بتطبيقات على سبيل المثال على أشياء اللي لازم أنت تخاف عليها لازم تخلي اعتبارك أنه حسابات التواصل الاجتماعي مالتك ما يصير تخلي كل شي بها كل شغلات عصدقائك وعائلتك وسوالفك تمام ما يصير تشارك اختبارات عبر الانترنت تدخل بمو سابقات يا نصيب فلازم أيضا تتجنب أنه تشارك بهاي الأمور اللي موجود على الفيسبوك أعرف وزنك أعرف تاريخ ميلادك موعد وفاتك موعد ما أعرف شنو هاي الأمور كل هدا تجمع من عندك البيانات وكل هدا تنباع عن طريقة سماسرة البيانات بالتالي ترجع تقول آني شون دي يعرفون عني هاي المعلومات وشون دي تواصلون ويايا وشون دي يعرفون وديرسلون لي هاي الإيميلات لازم تتجنب تنزيل تطبيقات ما تحتاجها ولازم تعرف شون البيانات التي تدخل بها تمام أكون تطبيقات كثيرة موجودة على جوجل ستور على الأب ستور لازم تعرف شليسير يعني على سبيل المثال أكو في أدي تطبيق آني سحالي نحن الرمضان جاي تمام فأني بالنسبة لي أعرف القبلة تمام فأصلي بالرمضان مثلا ممكن أكو بعض الناس مثلا ما تصلي طول السنة البوصلة منتنزلها لازم تعرف بالضبط وشون البرميشينات اللي يقضها يعني سبيل المثال أحد التطبيقات شفتها عندي صديق شاني منتزلها أنه البوصلة من عندها مسوي بوصلة تحدث بها القبلة شان طالب من عندها أنه يوصل لل لل SD Card مثلا ليش تريد يوصل لل SD Card شي سوي به أصلا SD Card يدخل للستوديو مثلا فلازم تعرف هاي شغلات ليش ديسويها مثلا وهل ممكن أنه يجمع المعلومات عنك أو البيانات فلازم ما نزل تطبيقات خطرة خصوصا التطبيقات اللي ممكن تكون خارج الأب ستور يعني فيه تطبيقات كثيرة بالنسبة لجوجل وبنسبة لأبل زين يعني أكو الشركة بدون نذكر اسمها عدها تطبيق اللي وتشاهد الفيديوهات أونلاين تمام مع النيتورك مالتهم فأبل بوقتها رفعت حلفة التطبيق مالتهم لين ليش ليستخدمون فيديوهات كراك اللي مسروقة فبالتالي نزلوا الـ IOS مالتهم ك-APA IPA نزلوا بالويبسايت مالتهم فأنت لازم تنزل من الويبسايت مالتهم وبعدها تفعل تشيل السكوريتي من الـ بالتالي تجريد تستخدم التطبيق فهذا يخارج الـ Google Play فهي التطبيقات ممكن تجمع من عندك المعلومات بدون أن تعرف أنت تمام لأن كل شيء موجود في الـ App Store والـ Google Play هذولا خاضعة للشركات من Google من Apple فيعرفون بالضبط شنو هي التراخيص شنو المعلومات وحسب قوانينهم هما فاحتفظ دايما بأكثر من حساب يكون عندك بالأنترنت على الأقل يكون عندك حسابين واحدة من عدهم هي الرسمية مالتك اللي ما تبحث بيها أنت تستخدم الخطابات الرسمية أو الإيميل والثانية مثلا ممكن تكون بيها معلومات أقل معلومات محقيقية وتبدي تبحث بيها وتسوي سيرتش أو أي شيء تسوي بيها مثلا تمام حاول تتجنب فتح الرسائل البريد الإلكتروني غير معروفة يجيبو لك أسماع رنانة أربحت كذا ومعرف شنو هاي الأمور لا تفتحها البريد الإلكتروني معظمة يكون فيشينج معظمة يجمعون بأمن أوكي في عدنا احنا كثير من الويب راوزر موجودة في عدنا على سبيل مثال تراكينج بلوكينج هذا شرحتها بالبرسونال سيكوريتي موجودة على القناة مالتي وتقدر تشوفها شرحت بيها مجموعة تطبيقات يمنع الداتا بروكرز يعزز من الخصوصية مالتك داخل الشركة الشبكة عفوا الافتراضية على الانترنيت ممكن استخدام الVPN بس المدفوع مو المجاني أوكي اللي انه يخليك متخفي من الداتا بروكرز بل يخليك متخفي عن العالم كله حتى يشفر البيانات مالتك ويظل لل IP مالتك الVPN يعتبر اتصال آمل يمنع المتسللين انه يقرون البيانات مالتك ويوفر لك خصوصية أوكي في عندك شركات كثيرة تنطيلك الVPN اشتركوا في القناة